حتماً اللي بيشتغل بنادي العهد والجهاز الفني هو بيكون محظوظ يعني وتكون عندك كبتخل الكركة الحكيم حسان على الدين للمدارة ألا إياد عد الكريم هود لأنه بالفعل أنه بتحسش أنك بدك تلتفت لورا وتشوف أنه شو عم بصير وراء ظهري لأدالك دائر وجهك اللي عم تطلع لقدام لأنك أنت عارف أنك أنت محمي من ناس بظهرك بكل قوة أنا ابن هذا النادي وبضحل هذا النادي وبعطي دمي لهذا النادي بس وقت توجد القصة حسب قرامتي ببقاش ولدية بهذا النادي السنة الماضي مش هذا اللي صار ما تمتش إقالي ولا طلب مني السنة الماضي أنا اتخذت القرار بمباراة الأنصار وقت لعبت الناشئين صار في اعتراض إداري أنه نحنا جاينا نرباح وشو عم تعمل هون أنا قلت له أنا أنا ندرب هود اللعيب اللي لعبوا معاي الاحتياطة ولازم يأخذوا مكافأتهم لما شفت هذا الردة الفعل فقلت أنا هيئة رحوصة على محال أصطدم وانت إيمانك الفتبول المدرب هو كبش أكيد لما بدأ أصطدم مع الإدارة هون بدروح عود بالبات لأنه مش رح يشتغل بغير نادي العهد يمكن لو الكابتو موسى كان مستمر وصبر وأكتر يمكنك أن نعمل يمكن هالنتيجة يمكن المباريات اللي نحنا تعدلناها أخاو ترابلس يمكن كمان كنشت عادلناها يعني وبالمناسبة يعني كمان يعني يعني قلو فاضل هو كمان بهذا البطولي لأنه آخر شي هو لأسس هذا الفريق يعني جاب العيد يستقدمون المدرب معه كمان بير فلفلي اللي اشتغلوا على تحضير هذا الفريق باسم طبيعته خجول يعني من يوم اللي مضي معنا هو خجول من حيث من ناحية الشخصية يعني والتزامه الديني كان واضح من أول ما نشأ يعني الحمد لله الأمور الله سبحانه وتعالى بحسب نوايا الصافي عطاه مسيرته كانت حافلة مع نادي العهد يعني خاصة بتتويجنا بأول لقب بسنة 2007-2008 موسم 2007-2008 يعني اخلاص تفاني بحبه لهذا النادي اللي نشأ فيه وترعرع فيه وما كان بنقصه شي الكابتن باسم من الأخلاق العالي اللي موجودة عنده ليكمل مسيرته وينهيها مش ينهيها يعني ينهيها كلعب بهالنادي هذا ويبتدأها كمدير فني وكمدرب هو شي مدرب للفئات العمرية من حيث الثقافة اللي كانت موجودة عنده اللي يعني ثبتها من حيث الدورات اللي كان عم بيخوضها كان بهولندا أو بألمانيا أو بإنجلترا وحتى أخذ بلبنان كمان عندي دورات دولية من الاتحاد الآسيا والفيفا ثبت وكرس ثقافته الكروية بتبوقه عن جدارة موضوع الإدارة الفنية لنادي العهد بدي خص بالمباركة هو الجمهور لأنه كان السنة هو رأم واحد منكبر فيهم نحنا منفتخر فيهم يعني احنا حطينا قدم سؤولية كبيرة لأنه حسينا هذا الجمهور صار مطالب أنه يضل مبسوط إن شاء الله